ثم هو قاعد عمال يأكل بزبوس السلام عليكم ورحمة الله طيب الله وأوقاتكم بكل خير أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلام في الطب في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس غيابه بيسبب عدم استقرار للأسرة الموضوع متعلق بالراجل والست الزوج والزوجة معظم الأزواج بيحلموا بالإنجاب وبالأطفال لكن قد تواجههم بعض الموانع اللي ممكن تكون بسيطة وحلها بسيط السؤال اللي بيطرح نفسه وكل الناس بتسأله في الوقت ده العيب فين؟ المشكلة فين؟ عند الراجل ولا عند الست؟ المفاجأة أن معظم الدراسات بتقول أن النسب متساوية ما بين الستات والرجالة يعني اللي اتنين في الموضوع ده يعني ما فيش مشكلة أن احنا نقول أن النسب متساوية ما بين اللي اتنين يعني اللي اتنين حبايب نقدر نقول أن الراجل زي الست في الموضوع ده اللي اتنين زي بعض علشان كده النهاردة هنتكلم عن فرص الإنجاب عند الرجال وتزايد فرص الإنجاب عند الرجال وأسباب نقص فرص الإنجاب عند الرجال وحنقدم منتج بيمثل رشدة غذائية متكاملة لزيادة فرص الإنجاب عند الرجال وبالتالي يتحقق الحلم اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة اللي هو حلم الإنجاب حلم الإنجاب ممكن يعطله حاجة بسيطة مشاكل تغذية مشاكل هنعرفها في الحلقة علشان كده النهاردة احنا هناخد بالأسباب ونتكلم عن أسباب ضعف الإنجاب عند الرجال وحنقدم لها الحل المتكامل اللي هو بيمثل رشدة غذائية هنتكلم عن مكوناتها النهاردة مع دكتور أحمد مشعل استشاري التغذية العلاجية والمستشار العلمي والطبي لمؤسسة الصبع والجمال دكتور حضراك مشرفنا ومنورنا النهاردة صباح الكير يا حمد أخبرك يا حمد الحمد لله يعني النهاردة الموضوع حساس ويمكن يا دكتور نسبة كبيرة من الطلاق بتبقى في السنة الأولى من الزواج ويمكن جهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء بيقول في آخر إحصائية لي أن نسب الطلاق في العام الأول كبيرة وممكن يكون سببها يا دكتور أن ما فيش إنجاب أو يكون بيقلقوا من الموضوع ده فحنتكلم عن الموضوع ده في الحلقة يعني يعني خلينا نقول إن ما فيش كلام إنه الضغوط النفسية أو التغذية السيئة أو المرور بسترس عصبي أو استرس نفسي بتضع الأسرة كلها في حالة من الضغط تخليهم هما اللي اتنين مش بيستحملين بعض وزي ما أنت قلت كده الحقيقة إنه الفرص بتاعة إصابة أيهما أو كلاهما بمشكلة تعطل الوظيفة بتاعة الإنجاب والحصول على طفله وده الحلم بتاعيه اتنين شباب بيتجاوزوا أنا عايز يكون عندي الفرص متساوية يعني الان زي بعض كلاهما يمرض بعمل بنفس النسبة يعني مش حنلقي اللهم على حد على الراجل دون الست أو على الست دون الراجل لا طبعا طبعا لا كل واحد فيهم عنده الجهاز التناسلي المسؤول عن الخصوبة والتبويض أو الخصوبة وإنتاج الحيوانات المنوية وكلا الجهازان يمرض دكتور احنا النهاردة هناخد جزئية الخصوبة عند الراجل وزي ما قلنا في المقدمة هنقدم لها رشدة غذائية متكاملة بتتمثل في المنتج اللي احنا هنقدمه النهاردة سبيرمو برو سبيرمو برو هو ده رشدة غذائية متكاملة لزيادة الخصوبة والوصول لحلم الإنجاب اللي كل الأزواج بيحلموا به وإن شاء الله ربنا يعني يكرم كل حد بيحلم بالأطفال وبيحلم بالإنجاب دكتور في البداية عايزين نعرف يعني ايه ضعف الخصوبة عند الرجال شوف هو بيحصل نقص في عدد الحيوانات المنوية أو ضعف في الزوجة بتاعة السائل المنوي أو إن السائل المنوي نفسه يكون في نسبة الحموضة أو القلوية بتاعته مش مظبوطة بعض الأحيان بيكون في عندنا صديد نتيجة إصابة الجهاز التناسلي بعدوة فيروسية أو عدوة بكتيرية بعض الأحيان بيكون في نقص في عدد الحيوانات المنوية طبعا نقص الحيوانات المنوية أو إنه عدد الحيوانات المنوية ما يكونش كافي ده خلينا نقول إنه بيحصل إذا قل عدد الحيوانات المنوية عن 15 مليون حيوان منوي لكل ملي متر مكعب ده التعريف العلمي كده طيب إمتى نقدر نقول إن الراجل ده واقع في المشكلة إذا عمل التحليل وده بطريق تشخيص دكتور التحليل بيبقى بعد فترة قديه يعني أي حد بعد فترة قليلة ولا هو لازم فترة معينة آه يعني إنت عايز تقول إمتى يشعر إن هو لازم يتوجه بقى إمتى يشعر بالحرج يعني لا ما فيش الكلام ده إحنا بندي فرصة في بداية الزواج أو ده كثرة الزكورة المسؤولين عن القضية من دعات الزكورة والإنجاب وكذا يدوا فرصة في البداية سنة إذا ما حصلش إنه حدثت عملية الحاملة تبتدي السيدة تشوف إذا كان عندها مشكلة ما في الطبويد أو كذا تعمل متابعة الطبويد وتحليل الهرمونات وانتظام الدورة الشهرية نفس الكلام بالنسبة للرجل يتدي يعمل تحليل للحيوانات المنوية يشوف لزوجة السائل المنوية ربما كانت اللزوجة مرتفعة جدا مما يعيق حرقة الحيوان المنوي خد بالك ده إحنا في عندنا بعض الحالات ما بيكونش فيها ولا حيوان منوي في 2% من الحالات اللي بتصاب بضعف الحيوانات المنوية 2% من الحالات دي ما بيكونش فيها حيوانات المنوية أصلا داخل السائل المنوي طبعا دي زي نحن اتفقنا كده بيكون لها مجموعة من الأسباب أسباب تغذية الرجل ده ما يكونش بجلزة كويس أسباب الأرهاق طول النهار شغال عمال يجري في السائل وما بياخدش الفيتامين أو المكملات الجزائية المناسبة لحالته وعشان كده إحنا النهار ده لما جينا بنقول إحنا بندي مولتي فيتامين أو مكمل جزائي طبيعي فيتامين بيحتوي على مجموعة من شفت إنت قبل الأول لما كنا بنتكلم وبنقول إن في مجموعة دي من المكونات والعناصر يعني شاملة وفيها حاجات كتير هنتكلم عنها وهو ده اللي بيخليه يعوضه عن الإرهاق اليومي اللي بتعرضه ده يخليني أسأل حضايك يا دكتور هل العداد بتاعتنا ممكن تكون سبب من أسباب ضعف الخصوبة؟ أمان مش بس العداد العداد والضغط النفسي العداد والضغط النفسي خب بالك إنت النهار ده لما بتيجي توقع فترة طويلة على المكتب بتاعك بدون ما تتحرك بدون ما تمارس النشاط بدون ما تمارس ده بيقدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف التغذية بتاعت الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية يا أستاذ محمد بتنتج في الخصية ولكن بيتم تغذيتها في البروستات فإذا احنا عاديين فالفترة طويلة وقال اتجاه التغذية والدورة الدموية إلى البروستات إيه اللي بيحصل؟ يحصل إن الحيوانات المنوية ربما يحصلوا تشوه ما بيكونش الشكل السليم بتاعه آه جايز ينتج الخصية في الحالات التشوه تنتج حيوانات منوية سليمة بيبقى العدد الأكبر للحيوانات المنوية المشوهة نتيجة زي ما اتفقنا كده المشاكل بتاعة الأرهاق أو التعرض بدرجات حرارة الفترة كبيرة واحد وظيفته بتحتم عليه أنه يبقى عاد في مكان سخر طول اليوم زي الناس اللي تبقى في السوائم مثلا بيبقى عاد طول الوقت في الشارع حر مش عارف يعني الوظائف اللي بتتطلب أن الواحد يكون في درجات حرارة عالية الفترة طويلة ده بيحصل بيبقى التوابع بتاعته أنه عدد الحيوانات المنوية اللي بتكون سليمة أقل طبعا والإصابة بأمراض زي السمنة والسكر هنتكلم طبعا عن السمنة والسكر لكن أقدر أقول أن السبرما برو يعني بيأهل البيئة المنازمة كافي جدا أنك أنت السبرما برو كافي جدا أنه يعوب جسمك عن النواقص اللي حصلت فأدت إلى ضعف العدد أو أدت إلى تشوهات أو رفعت اللزوجة أو بعد الإصابة بعدوات بكيرية أو بصديد في السائل المنوي أدى إلى ضعف إنتاج الحيوانات المنوية تعوض لك الكلام ده فبالتالي بنرجع السائل المنوي والحيوانات المنوية عددا وشكلا إلى الوضع الطبيعي منتج فعالية دكتور فعاليته عالية وتحت إشراف طبي من المؤسسة اللي هي الصباح والجمال ووزارة الصحة وزي ما قدت لحضارك هو بيعيد النقص اللي حصل في الحيوانات المنوية سواء كان قلت حركة أو تشوه أو نقص في عدد الحيوانات المنوية يبقى عندنا مكمل هزائي عبارة عن فيتامين شامل علشان نعمل تجزية لصحة الرجل وإعادة الرغبة بالمناسبة أنا كنت في الأول عمالك كلم عن الاسترس والضغط النفسي خلينا أقولك إنه مع الاسترس والضغط النفسي بيحصل ناصف مجموعة من الفيتامينز زي فيتامين سي وفيتامين دي والمجموعات اللي هي بتبقى مسؤولة عن الشعور بالرغبة تلاقي واحد مكتائب طول الوقت عنده مشاكل مش عارف إيه الرغبة بيحصل لها نقص ما بيبقاش عنده رغبة فيه إنه هو يعني الإعلاقة الحميمية فبالتالي إيه اللي بيحصل؟ يعني ما بيكونش فيه الإقبال الاسبرما برو لما بيجي يعوضك عن النقص ده بيبتدي يحصل إن الرغبة تبتدي ترجع من الأول تاني يعني دكتور هجب تقول إن نقص الرغبة في حد ذاته ممكن يعطل الإنجاب؟ إذا كان ناتجاً آه طبعاً ما هو مش هيحصل حاجة أصلاً يعني ده حاجة مهمة حضرتك يعني ممكن يكون حد أصلاً علاج المشكلة النفسية النتيجة عن ضعف الرغبة هو ممكن يكون أصلاً سليم ما عندهش مشكلة بسوى مش عنده رغبة ما عندهش رغبة الاسبرما برو هو بيزود الرغبة فبالتالي المشكلة بسيطة وبنحل لها هو الرغبة تبتدي من الجدة النخمية في المخ إنه بتدي يحصل شعور معين فيبتدي يحصل إفراز لمجموعة من الهيرمونات اللي بتروح للبرستاتا فيحصل الدفاع للحيوانات المنوية علشان يحصل عملية القصف والجماعة وانتصاب القضية إذا ما حصلش الشعور بالرغبة مش هيحصل إن الغدة النخمية تشتغل فإحنا قطعنا العملية من فوق من المخ لأن الرغبة من المخ فإحنا لما بيتي نيجي ننشط ده بمجموعة من الفيتامينز اللي موجودة فيه الاسبرما برو فأعتقد إن ده بيدينا مساحة كويسة جدا لعملية يا دفر لما بدأنا الحلقة وقلنا إنه ممكن يكون الموضوع بسيط وحله بسيط صحيح بسطف إنه إحنا ممكن يكون حد ما عندهش مشكلة أصلا لكن عنده ضعف في الرغبة فبالتالي مع استخدام الاسبرما برو بنرجع هذه الرغبة سهلة وبسيطة والموضوع يعني مش محقد ولا أي حاجة ومش محتاج إنه ممكن بعض الناس بتلجأ الوسائل ما أنزل الله بيها من سلطان حاجات بتبقى صعبة اللي هو الدجل والشعوزائي لا دجل والشعوزائي ده كمان برضا الحيان بيبتدوا يلجأوا إلى أدوية مرطباهزة التكلفة وربما تكون الأعراض الجانبية بتاعتها عنيفة بيبقى ليها نعكاس على ضغط الدم بيبقى ليها نعكاس على المعدة وبيحصل التهبات في المعدة وكذا وكذا ولكن لما تيجي تأخذ منتج عبارة عن مالتي فيتامينو مكمل جزائي طبيعي فيه جزاء ملكات النحل ومجموعة من الفيتامينات إنت أولا إذا ما حصلش فائدة إنت لن تضر لأنه فيتامين رقم اثنين النتائج بتاعة المكملات الجزائية إحنا عارفين إن هي نتائج قوية جدا زي الاسبروم برو دايما النتائج بتاعته محترمة وسريعة طيب يا دكتور لما كان يعني الاسبروم برو هو غزاء متكامل ومكمل غزائي يعني حضرك بقى كلمنا عن مكونات ولما هو مهم للدرجة دي قلنا بقى المكونات بتاعته إيه؟ إيه أهم حاجات إحنا لازم نحافظ عليها في أكلنا في أكلنا لأن إحنا قلنا إن الاسبروم برو هو مجموعة من المكملات الجزائية اللي المفروض إن إحنا بنحافظ عليها في البرنامج الجزائي بتاعنا بعض الناس بيبقى عندهم سوق تخزية أو الوجبات اللي بيأكلوها ما بيبقاش لأكلها هذي العناصر يعني الناس اللي هم الفيجيتيريان اللي بيأكلوا خضار طول الوقت ما تلاقيش عندهم سلينيا ما تلاقيش عندهم زينك ما تلاقيش عندهم كارنتين شيئا نقول إن العناصر على بعضها الأول وبعدين نقول إحنا هنلاقي كل عنصر موجود فين لأن الاسبروم برو مع التخزية السليمة في بيتك في حياتك هتلاقي إن الدنيا بتبقى أفضل هو حتى بيعوض عن نقص بعض المكونات اللي هي موجودة فيه يعني حتى لو ما كانش فيه تخزية سليمة هو اسبروم برو بيديله العناصر اللي هو محتاجها خد بالك والاسبروم برو مش مجرد إن هو هيحسن لك صحتك كاراكل لكن في نفس الوقت هيدي لك صحة ونشاط عام يعني لما بنبقى بنشتكي بشعور طول الوقت بالوهن شعور بالضعف شعور إن أنا مش قادر أتحرك عندي إرهاق طول الوقت صحة النفسية مش سليمة أشعر باكتئات كتير كل هذه العناصر الجزائية اللي بتنقص إحنا بنحصل عليها من الاسبروم برو فبيبتدي النشاط والصحة العامة وبيتحسن بالتدريج مع الانتظام على جرعات الاسبروم برو طبعا دكتور لأن كل يعني كل عنصر فيه هو معروف محتوط ليه وحيعمل إيه مش بس كده انت بتاخد بديل لمجموعة ضخمة من الأدوية يعني أنا مثلا خلالي نبتدي نقول الزنك انت مفروض بتاخد الزنك في الرشدة بتاعتك علشان خاطر الجلد علشان خاطر شعرك علشان خاطر إنتاج الحيوانات المنوية كل ما يتم تجديده داخل جسمك بنحتاج فيه الزنك طيب الزنك من الحاجات المهمة جدا علشان الحركة بتاعت الحيوانات المنوية وإنتاج الحيوانات المنوية وصحة البروستاتا وطبعا مسؤولة عن عدم وجود تشوه في الحيوانات المنوية بالمناسبة الزنك بيزبط مستوى هرمون التستستيرون احنا كنا في البداية انت بتسألني امتى يشعر بالقلق اذا ظهر عنده الأعراض بتاعت انخفاض هرمون التستستيرون اللي هي تلاقي انه ما عندوش شعر كافي في دقنه ابتدى جسمه ما يكونش فيه شعر خشونة الصوت مش واضحة ظاهرة التسدي ظاهرة التسدي دي معناها ظهور سديين او بيسموه كمان فيه اه شكل كده بيسموه فيميل لايك شاب لما تيجي الراجل بيبقى جسمه واحد شوية الشكل الانساوي الفيميل لايك شاب من الاسباب من الحاجات المهمة قوي ان احنا تلفت نظرنا لنقص هرمون التستستيرون واحنا كتاخذية بنشوف المنظر ده كتير جدا تلاقيه جسم الراجل واحد شكل انساوي بيجي علشان يكس او يعمل تنسيق قوام فبالتالي بنزود له عنصر المزنك في الطعام انا حضراك بتتكلم كده في الاعراض المصاحبة لانخفاض هرمون التستستيرون اللي هو انخفاض الخصوبة عند الرجل اه طبعا اذا انخفض التستستيرون اللي هو هرمون الزكورة رقم واحد البطل بتاع الفيلم اه لو البطل موجود مش موجود الفيلم هيحصل له ايه الفيلم هيوقع هيوقع طبعا طبعا طيب انا مش عايزة كتة توقع مني ما ركز معي يبقى التستستيرون ده هرمون الزكورة الاول الزنك من اهم العناصر الموجودة في السبيرم برو وده مسؤول عن تنظيم مستوى هرمونة توستستيرون في جسم الرجل قلنا انه من الاعراض الهامة علشان نبتدي نشك ونبتدي نهتم ان الشعر بتاع اللحية ما يكونش بينمو بطريقة جيدة يعني الشعر مقطع ممكن مكون مفيش شعر في الجسم الصوت مش بالخشونة الذكورية المطلوبة قد يكون مصاحب اعراض زي التسدي زوجود سديين مش سدي كامل لكن هو التسدي عند الرجل الظهور السدي بحجم اكبر من الطبيعة عند الزكر طبعا اللي هو تلاقي جسمه مدي الشكل الانساوي في الحالة دي بيبتدي يروح للدكتور بتاع الزكورة يطلب منه تحليلين رقم واحد يقول له هرمون توستستيرون اخبارك ايه يحلل والله مظبوط مش مظبوط رقم اتنين يطلب منه تحليل للحيوانات المنوية بحيث يشوف اذا كان فيه اثر لانخفاض هرمون توستستيرون على نشاط الحيوانات المنوية طب الزنك بيعمل ايه بقى اللي موجود في الاسبرم برو خد بالك الزنك بيزبط مستوى هرمون توستستيرون في جسم الزكر فبالتالي بي رجع تاني يعني اذا كان فيه انخفاض يرجع تاني المستوى الهرمون دي الوضع الطبيعي فبتبتدي الاعراض اللي كانت مصاحبة للانخفاض بتاع الهرمون في الانضباط يرجع جسم الراجل تاني يتزبط رقم اتنين الزنك من الحاجات المهمة او يا استاذ محمد علشان تقلل خطر الاصابة بسرطان البروستاطا خدت بالك سرطان البروستاطا في الفترة الاشرينية ربنا يعافينا ويعافي جميع المشاهدين من الحاجات اللي انتشرت جدا طيب ازاي الزنك بيحافظ على ان الزكر لا يصاب بسرطان البروستاطا او يقلل جدا فرص الاصابة بي حضرك قلت يا دكتور ان الموضوع مع استخدام لسبيرما برو لازم يكون فيه نظام غزائي متكامل صحيح هنستخدم الاسبرما برو وهو موجود فيه الزنك وهنعدد بقى المصادق بقى الحاجات الموجودة فيه المعادن والبيتامينات والحاجات الموجودة فيه بس هنستوقف حضرك او اخر في جزئة الزنك الزنك موجود في ايه في الاكل وفي الغذاء اليومي للانسان شوف احنا يوميا محتاجين من 30 ل 50 ميلي جرام من معدن الزنك ويجب ان احنا ما نعديش المرحلة دي طيب يعني انا دلوقتي لو باخد اه الاسبرما برو انا محتاج ازبط كمان التغذية بتاعتي يستحسن ان الاتنين يمشوا جنب بعض بس احافظ انه طالما اخدت كمية كبيرة جدا في الاسبرما برو من الزنك اخلي التغذية يعني ما اروحش مثلا اقولك ايه الزنك موجود في الالبان الزنك موجود في الفاصولية والبسلة وموجود في اللحوم الحمراء ما اروحش بقى اكل كيلو اللحمة لشان اتوصب نفسي في الزنك او مجاب لنفس يوريك اسد واملاح ترفع الحموضة تلسائل المنوج خلاص يبقى هزبط الاتنين مع بعض بالعقل وطبعا اعتقد انه هيبقى فيه متابعة طبية تلفونية من ال طبعا اي حد هستخدم الاسبرما برو هيتابع مع الشركة وحيبقى فيه متابعة يومية عن طريقة طباء متخصصين حيرشدوه على الطريقة الصحيحة الطريقة الصحيحة لاستخدام الدرما برو مكونات دكتور يعني انا عرفت من الكواليس كده ان فيه مكونات الزنك مش البطل في الموضوع لا لا ده الزنك هو يعني رقم واحد يليه رقم اتنين بقى رقم اتنين السلينيوم السلينيوم ده بنسميه يعني عنصر الشباب بيجدد اولا هو مضاد الاكساد رقم اتنين هو بيضي على حاجة اسمها اللي هي يعني الجزور المؤكسدة الحرة اللي موجودة في جسمنا كده بتروح تعمل مشاكل في حتة كتير وبتسبب الشيخوخة والعجز وعدم تجدد الشلايا عدم انتاج الحيوانات المنوية فلما يبقى السلينيوم اللي موجود في الاسبرم برو بيقضي عليها احنا بنتوقع ان يحصل ايه في تجدد شباب الحيوانات المنوية وخلايا الحيوانات المنوية نتوقع انه الانتاج يكون افضل الانتاج يكون احسن واسرع ويبقى عندنا الحيوانات المنوية بالطريقة السليمة طيب هيفيدك في ايه تاني السلينيوم بقى يعني احنا قلنا الزينك هيفيدك في الشعر والجلد والضوافر السلينيوم مهم جدا جدا كمضاف اكساد الحاجتين لو انت مريض سمنة السلينيوم مضاف اكسادها هيحرقلك الدهون قوي جدا قوي جدا رقم اتنين السيلينيوم من الحاجات المهمة جدا علشان البشرة الناس اللي عندها مشاكل في البشرة السيلينيوم من الحاجات اللي احنا قلنا اي حاجة بتتجدد بيخش فيها السيلينيوم الشعر بتجدد بيخش فيه السيلينيوم الحيوانات المنوية متجددة لان فيه مصنع كل شوية بيمتج السيلينيوم مهم جدا هيزيد انتاج الحيوانات المنوية رقم تلاتة الجلد والبشر طيب السلينيوم زي ما اتفقنا كده موجود مع اخوز زينك هما اللي اتنين علشان يحسنوا عملية انتاج وعدم اجسادة الدهون اللي موجودة في جسمنا وطبعا اللي اتنين بيشتغلوا كمبارقة بيجدا لسرطان البروستات يعني دكتور اكيد الفيتامينات لها دور في الاسبرما برو لو تكلمنا عن الفيتامينات اللي موجودة في الاسبرما برو ودورها في زيادة الخصوبة عند الرجل احنا شغالين اهو السلينيوم والزينك خلاص طيب احنا بنلاقي السلينيوم فيه بنلاقي السلينيوم فيه اللحمة الحمرة بنلاقي السلينيوم فيه المكسرات بنلاقي السلينيوم فيه منتجات الالبان والحبوب الكاملة زي الفول والفاصولية والفاصولية البيت طيب فيه تانيجر السلينيوم فيه عندنا حاجة اسمها الكارنتين الكارنتين ده مهمة اوي 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 لا اي راجل الكارنتين بيحول الدهون بيحرقها ويحولها الى طاقة تتوجه الى العضلات تتوجه إلى مصانع إنتاج الحيوانات المنوية إحنا قلنا دلوقتي أن الاسبرم برو فيه إيه الزينك والسيلينيوم ودلوقتي الكارنيتين الكارنيتين مهمة قوي قوي علشان يحرق الدهون الزايدة في جسمك ويحولها إلى طاقة في المصانع بتاعة العضلات وتتوجه هذه الطاقة للعضلة وتتوجه هذه الطاقة إلى القلب وتتوجه هذه الطاقة إلى البروستاتا فيحصل زيادة في إنتاج السائل المنوي السائل المنوي بيكون فيه تغذية بتاعته قوية جدا وبالتالي بيزيد إنتاج الحيوانات المنوية بيبقى موجود في إيه الكارنيتين الكارنيتين إحنا بنحتاج منه تقريبا 100 ميلي جرام يوميا إذا فيه نقص أو إحنا فيه احتياج إن إحنا نزود ممكن نوصل لغاية 2000 ميلي جرام في اليوم إذا كنا في مرحلة علاج زي الرجال اللي يعانوا من ضعف فيه الكصوبة أو ضعف في عدد الحيوانات المنوية وقلنا إن الكارنيتين من أهم الحاجات اللي بتساعد على إنتاج سريع للحيوانات المنوية واستجلال البروتين فيه تكوين حيوانات منوية جديدة طيب موجود فيه اللحم الحمر وفيه الأسماك وفيه المحاريات المحاريات زي المحار وبلح البحر والحاجات اللي زي كده تماما دكتورة طبعا مكملين هنكمل بقى الكلام عن الفيتامينات أنا عايز أعرف إيه الفيتامينات الموجودة جميز طيب شانا نتكلم عن فيتامين إيه فيتامين إيه مهم زي زي الزينك والسيلينيوم فيتامين إيه من الحاجات المهمة قوي علشان خاطر يزود للحاجات المتجددة الفيتامين إيه بيأول حاجة الناس بتسمعها تسمع فيتامين إيه تقول إيه الجلد البشرة طالما فيه حاجة تتجدد بيخش فيها الفيتامين بالتالي هو من الحاجة بيخش فيه تإنتاج وتكوين الحيوانات المنوية وتجديد الحيوانات المنوية فيتامين إيه بنلاقيه في جنين الأمح فيتامين إيه بنلاقيه فيه الخضار في الخضروات يعني احنا عشان لما نيجي في الاخر نحط برنامج تخزية نستخدمه جنب الاسبرم برو علشان نحسن النتيجة لازم هنحط جنين القمح معلقة من زيت جنين القمح يوميا تحتوي على فيتامين اي كتير جدا طيب اتفقنا على الفيتامين اي وقلنا ان احنا كده عندنا زينك وسيلينيوم وكرنيتين وفيتامين اي تعال نشوف الارجينين الارجينين حاجة مهمة جدا 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 لانها بتزود اندفاع الدم الى عضلات الجسم وبالتالي ازا ازادت الدورة الدموية في عضلات جسمك يا نستاذ محمد فها تروح الى الاعضاء التناثلية بتروح الى البروستاة بتحسن انتاج الحوانات المنوية بتقلل فرص الالتهاب الناس اللي بتعاني من التهابات في البروستاتة وبتعاني من مشاكل زي تضخم البروستاة طبعا احنا يحتضلهم الجينكو بايلوبا اذا اقول عليه في الاخر لكن كمان فيتامين الارجينين مهم جدا علشان يقلل فرص الادوات التهاب البرستاطا وتضخم البرستاطا وزيادة اندفاع الدم في الأعضاء التنسلية وبالتالي الناس اللي عندها ضعف الانتصاب الـ L-RGN من الحاجات المهمة قوي قوي علشان تعالج هذه المشكلة يبقى الـ L-RGN مهمته إنه هو يحسن عملية الانتصاب يحسن الحالة النفسية الناس اللي عندها الحالة النفسية مش ولابد رقم ثلاثة قلنا إنه هو بيقلل التهابات وبيزود الدورة الدموية في العضاء التنسلية وفي الجسم كله عموما طيب بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في المكسرات وبنلاقيه في الفول السوداني حاجة سهلة وبسيطة الفول السوداني مثالي موجود بس طبعاً لازم نزبط الجرعة زي ما حضرك قلت إنه أنا لما بستخدم الـ Spermab Brew لازم أبقى عارف أنا الجرعة اللي أنا أخدها مكفياني احنا بنزودش فيه اولاً إنت لما تاكل الفول السوداني إنت مش هطوض يعني تاكل 2 كيلو فول سوداني وانت قاعد لا إحنا بنبقى حطين التركيز بتاع المادة الفعالة في العلاج في القرص ولكن إحنا ليه بنوصي إنك إنت تمشي على برنامج تغذية مصاحب لتناولك للـ Spermab Brew علشان تتعود بعدين على التغذية الصحيحة لازم جسمك يتعود إنه هو يمتص المادة من الطعام إحنا مش هنفضل جماعة طول العمر بن تعالي بعد إن شاء الله ما ربنا يكرمنا ويحصل تحسن في الحالة ويحصل الإنجاب يحصل زيادة في عدد الحيوانات المنوية بعد ما نوقف العلاج إذا ما رجعت الأسلوب حياتك اللي ما كانش فيه حضرتك سمين رجعت سمين حضرتك مصاب بالسكر ومتنظمش سكرك رجعت زي ما أنت حضرتك التغذية بتاعتك مش حلوة رجعت تاني تهمل في التغذية أو ما تكونش عناصر كويسة بعض الناس اللي بتاكل عارف اللي هي البتاعة دي اللي هي بتبقى عاملة زي الماكرونة اللي بتبقى في الكياس شباة الماكرونة زي الشعرية في بعض الناس يعني دوس تبقى التغذية بتاعتهم في منتهى السوق يعني لازم ننوع يا جماعة مصادر الجزاء يعني أنا وانا قاعد دلوقتي قلت إيه قلت لحمة قلت سمك قلت لبن قلت بقول مش احنا قلنا بسلة والفاصولية وقلت المحاريات زي بحار البحر وبلح البحر يعني لازم يكون عندنا تنوع في مصادر الجزاء يعني حضرتك يا دكتور يعني بدون نواطع الكلام حضرتك حضرتك بتقول ان السبرما برو احنا بنقدم حل متكامل يعني احنا دلوقتي عندنا مشكلة في انقفاض الخصوبة فانا بقدم لها الحل دلوقتي لكن انت بعد كده لازم تحافظ على نظام غزائي علشان ما تحتاجش الحاجة تاني علشان ما يحتاجش الحاجة تاني ويا ظل جسمه احنا دلوقتي انت عندك مشكلة احنا بنعال بنحللك المشكلة بنحل المشكلة لكن لتر بعدين لازم حضرتك تنتظم على برنيم يعني اسباب المشكلة لو بقت موجودة يبقى المشكلة مكملة فاحنا بننصحك ان انت تستخدم السبرما برو بنتوقعش النتيجة كويسة من العلاج يعني اللازم انك انت تنتظم على التعليمات بتاعت التخزيه علشان العلاج بتاعت تيجيب نتيجة تماما دكتور نكمل بقى المكونات بتاعت المنتج بتاعنا طيب احنا كنا وصلنا لغاية طيب احنا كده قلنا ايه من الاول بقى عشان نفكر بعض احنا لسه ما تكلمناش عن بي استنى عليه بس شوية طيب 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 ولحم الحمر اه ويتامين بي مهم جدا 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 علشان الكتلة العضلية طبعا زي ما احنا عارفين انه اه الاعضاء التنسلية هي عبارة عن عضلة رخوة بتنتفش باندفاع الدم طبعا بعض الناس بيبقى عندهم مشاكل زي التسريب ان المحابس بتاعت العضلة ما بتقفلش كويس فبالتالي بيحصل ارتداد للدم ويتامين بي 12 اللي موجود فيه بيحسن جدا جدا عملية اه 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 افل المحبس فبالتالي الاحتفاظ بالانتصاب لفترة اطول خلاص طبعا زائد القوة العامة والصحة العامة وانتاج اه الحيوانات المنوية بطريقة افضل تعالي نتكلم بقى عن الجنسنج الجنسنج بص بعض الابحاث اللي اتعملت قالت انه طبعا الجنسنج ده عشبة ما تقوليش هنلاقي الجنسنج فين الجنسنج اسمه جنسنج ده هلاقي عند العطاء ايوان لو كمان مش مطلوب منه يعني انت احنا مش مطلوب منك انه كده كده تجيب جنسنج وتاكله اه تماما ليه لانه احنا مش كل يعني العناصر الطبية بتبقى موجودة في العطارة او في الشارع بصورة نقية او بصورة نقدر نسق فيها لازم ناخد الحاجة من المكان الموصوق منه و الشركة كمان بتجيب الحاجات دي من برا مصر يعني اغلب الوقت الحاجات بتيجي من برا مصر احنا اصل اخرو اغلب المكونات دي منشأها مش مصري يعني هي مش موجودة في مصر اصل اع صحيح احنا يعني من برا مصر ده حاجة منطقية اوه اقش اللي هو احنا بنقول كده لا لا لكن لما نقول ظبط الجزء بتاعك الجزء بتاعك في البيت عندك اه احنا عشان نجيبها في الصورة الطبية المقية ده لازم بيجي من شارج مصر لها أماكن بنجيب منها وبتخضع لمعايير معينة طبعاً معايير الجودة الصيدلونية والطبية ورقابة أكثر من جهة علشان نقدر أن احنا نوصل لك هذا العلاج بالطريقة السليمة بعد التصنيع بتاعه وتحصل على علاج فعال تشعر بنتيجة بعد استعمال بيعمل إيه بقى دكتور الجنسنج اللي موجود في الاسبال مبرو الجنسنج عموماً وزي ما احنا قلنا مش مطلوب من حد أنه يسمع الكلمتين ويجري يدور على الجنسنج الجنسنج يساوي المنشطات الجنسية يعني تأثير الجنسنج يساوي تأثير المنشط عموماً هو بنشط الجسم عمتاً وليه دور قوي جداً 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 في عملية إنتاج الحيوانات المنوية وليه دور قوي جداً جداً في عملية علاج ضعف الانتصاب وضعف الرغطة خلاص طيب تعالوا على الجينكوبايلوبا والجينكوبايلوبا اللي موجود في الاسبيرم برو ما هواش حاجة هنلاقيها في الأكل هو الجينكوبايلوبا العشب باسمه جينكوبايلوبا أوكي؟ آه طيب ده مش هصطفه في أي حاجة لا ده مش هتلاقيه خلط يعني ده لحلقية في لحمة ولا فاصوليا ولا في أي حاجة لا مش هتلاقيه غير في الاسبيرم برو ده ما بيتزرعش في مصر أو في بعض المزارع البايو اللي هي المزارع الحيوية اللي بيتزرع في ظروف معينة وللأنه عشبة طبية مهم جداً للحفاظ على صحة البرستاتا وتخزية البرستاتا وزيادة تواجيه الدم إلى الأعضاء التنسلية فبالتالي الحفاظ على الصحة لعمل البرستاتا ومنع الالتهاب والتضخم واحتباس البول مهم تماما دكتور بعد ما عددنا بقى الحاجات كلها لا قبل ما نتكلم عن غزاء ملكات النحل فيه حد دلوقتي بيتفرج علينا ساموا دلوقتي بقوله لأنا بقى هجيب كل اللي انتوا قلتوه ده وهحطه على بعضه ويعمل خلطة ووقف يعلمه وعمل الخلطة ووقف يعلمه احنا بقى معنا غزاء ملكات النحل في المكونات ايه الفرق بقى ما بين الخلطة وما بين المكونات اللي احنا بنتكلم فيها في الاسبيرما برو هو مش في الاسبيرما برو بس وفي اي علاج خاضع للرقابة الدوائية اي علاج خاضع للرقابة الدوائية لا ينتج الا بعد ان يتعمل عليه مجموعة من الابحاث والستادس اللي بتقول انه النسب دي والمعايير دي هي الانسب لعلاج المشكلة دي يعني حضرتك لما تعمل حدق وتنزل ايه تقول الله يا الرجل ده قال ناكل سمك وفول سوداني طيب ما انا النهار ده انزل جيك كيلو فول سوداني كيلو سمك وقت كده ودلع نفسي ايه لا طبعا الكلام ده كلام الفاضي لازم بيبقى عندنا جرعة معينة للمادة الفعالة هذه المادة الفعالة محطوطة مع مادة فعالة اخرى بالنسب الاطمم المثالية لانتاج القرص المثالي في الحالة المثالية بالاستقرار الدوائي المثالي عشان ما يحصلش خد بالك تدخل مع ادوية اخرى انت واخد بالك يعني انا مثلا دواتي بقولك ده مناسب لمريض السكر هل انا مش عامل حسابي ان ده قد يتدخل مع علاج اخر بس انت عامل حسابك والنسب مصبوطة يعني هو مش انا شخصيا لكن انا بقول الشركة المنتجة والناس اللي قامت بالابحاث والمراجعات الدوائية والتداخلات الدوائية يا فندم انتاج دواء ما هواش لعبة انتاج دواء ده بيحتاج مصانع وابحاث ودراسات قد تستغرق سنوات قبل ما حضرتك تمسك العلبة في ايدك يعني الناس بتقول الوصفات امتنعوا عن الموضوع ده دلوقتي لا 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 الوصفات احنا قلنا هون انت لو ليك رغبة انك انت تعمل وقاية لنفسك من حدوص امر زي كده ليك رغبة انك انت تحافظ على صحتك او تحسن من صحتك انا هتديلك برنامج تخزية شامل الكلام اللي احنا كنا بنقوله لكن انك انت تحاول انك انت تعمل وصفة لعلاج مرض ما بدون الخبرة الطبية الكافية لانتاج والصيدلانية بالمناسبة مش الطبية بس الخبرة الطبية والصيدلانية ومراجعة بمجموعة من الاجحاس لأ طبعا بقى تشريف وطبعا ومغامرة بصحة المرض تماما دكتور غزاء ملكات النحل بقى اللي هو موجود معنا في الاسبرما برو او اكيد ليه فايدة كبيرة لان الاصلا النحل والعسل وده من الحاجات اللي ليه فوايد عظيمة بص في مجموعة من الابحاث في دانوب شرق اسيا تعملت الفترة الاشرانية عن اندماج جزاء ملكات النحل مع الجنسنج تاني قال لك الاتنين مع بعض يعملوا ايه يعني ازا كان الجنسنج بهذه القوة لوحده وغزاء ملكات النحل اللي بيحتوي على مجموعة ضخمة جدا 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 من الاحماض الامينية والمغزيات الطبيعية لوحده من الجير اي حاجة يعني من الجير بقية الاضافات اللي احنا عديدين بنرجل فيها بقى نص ساعة دي هو لوحده كده فيتامين لوحده غزاء ملكات النحل لوحده له اثر قوي جدا على تحسين الصحة العامة للانسان خلاص لما جوم عملوا الابحاث اضافة الجنسنج مع الجزاء ملكات النحل وجدوا انه يعتبر اقوى فيتامين انت ممكن تحصل عليه لصحة الرجل وتنشيط طبعا وتحسين الحيوانات المنوية وعددا وشكلا وموضوعا ولزوجة السائل المنوي وطبعا علاج ما بعد المضادات الحيوية خد بالك بعض الاحيان بياخدوا مضادات حيوية طبعا المضادات الحيوية تأثير الكيميائي بتاعها بيقضي على مجموعة كبيرة جدا من الحيوانات المنوية بالتالي لازم يحصل اعادة للتجزئية بتاعة البرستاطة والحيوانات المنوية وعشان كده لسبرم برو احنا بنقول ان هو المعادلة المثالية التركيبة المثالية لانتاج الحيوانات المنوية وزيادة الخصوف يعني دكتور انا بقى مش هسألك غزاء الملكات موجود فين لان انا عارف يعني موجود في الاسبين مبروء يعني دكتور من الواضح من المكونات ان هو منتج متكامل وزي ما قلنا في البداية هو رشدة غزائية محكمة لزيادة فرص الانجاب وزيادة الخصوبة عند الرجاج وتحسين الصحة العامة وزيادة المشاق وتحسين المزاج ومش بس كده فيه ناس تيجي تقولك والله يا دكتور انا اصلي جالي الضغط نتيجة الارهاق يزبط لك الموضوع ده والله انا مزاجي مش مزبوط نتيجة ان انا ما بحصلش على الكم الكافي من الجزاء يزبط لك الموضوع ده زي ما قلنا انه مجموعة من الهيلا جدا لتحسين الجسم بالكامل والصحة العامة بالكامل ولكن هو احنا بنؤثر توجيهه لنقطة الخصوبة ما هو مع الصحة العامة هيبقى موجود وكمان نقطة الخصوبة هيزود الخصوبة وان شاء الله يبقى ربنا يكتب عليه الشفاء بازن الله ونؤكد انه طبيعي منتج مكمل جزائيا ده من الجزاء بتاعنا اللي احنا بنكله طبيعي ما فيهوش اي اثار جانبية ولا يتداشل دوائيا مع اي دواء اخر دكتور هناخد اتصال ياسمين من سورك ياسمين مساء الخير سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته بس لو سمحت يا دكتور انا رحت عملنا تحليل متجوزة بقى ليه تلات سنين عملنا تحليل سائل منوي كل ما نعمله صفار تبعينا مع دكتور وخدنا علاج وكده وبرضو كل مرة صفار بعد كده عملنا عينا من الخصية بعد ست شهور من العلاجة العينا ما تلاحش راحة ايوناش منوية خالصة وبقى انا برضو حوالي يجي تسع شروع برضو بناخد في علاج وكل مناملي التحليل برضو سبارس فقط شكرا لك ياسمين والدكتور حيجاوبك حالا دلوقتي الحالة دي صعبة اوه دكتور يعني طبعا هي حالة صعبة بص الحالات الصعبة دي انا دائما ببقى عندي حساسية ان انا قدي فيها قرار يعني دي بتبقى طبعا تحتاج دراسة تحتاج دراسة وتحليل ونشوف الفحوصات اللي تعملت ولكن ما خبيش عليك حتى احنا ما نفقدش الامل يعني الامل في ربنا سبحانه وتعالى والامل في شفا ربنا سبحانه وتعالى دائما كبير ازا كانت التغذية احد المداشر اللي تخلي تحسن عملية انتاج الحيوانات المنوية احنا بنا تمسك بقى اي عمل يعني تمسكي بالامل يا ياسمين ان كان من باب التغذية انا عارف طبعا عينة الخصة دي تعملت علشان يعملوه تلقي صناعي او طفل انابيب يعني هم بيبحثوا لا تهملي جانب التغذية او الفيتامينات الطبيعية اللي موجودة ان كان في الاسبرما برو او غيره ممكن تكون سبب يا دكتور يعني ربما كانت سبب في فتح باب من ابواب الامل يعني ولكن زي ما قلت دي مش فتوى ده مجرد اقتراح لغاية اجتهاد لغاية ما نرجع ليه الدكتور الاستشاري اللي متابع حالتكم طيب يا دكتور احنا اتكلمنا عن التغذية ودورها في زيادة الخصوبة وتكلمنا عن مكونات سبيرما برو اللي هو يعني حاجة كده محترمة جدا وتحت اشراف وزارة الصحة اوه على فكرة يعني ده ده انا ما بحبش الناس اللي بتدي وصفاتك يا سقع شاب والاجواء اللي انت عارفها ده ده قرص والاقرص يا استاذ محمد بتتعمل في مصنع اوه والمصنع علشان انتج قرص لازم معها موافقة بهذا الانتاج علشان لازم تبقى فاهم انه مسألة الوصفات والقراطيس والاجواء دي خلاص انتهت ده لا ارتاس ولا ولا خطب العبدالله والتيكل على الله والكلام الفاضي ده ده شيء طبي حقيقي طيب يا دكتور الجرعة بناخد قد ايه؟ الجرعة هو المفروض قرص صباحا وقرص مساءا قرص كل 12 ساعة بحيث ان احنا نحصل على التغذية الكاملة طوال اليوم من الحاجات اللي نقصونا طب فيه سؤال يا دكتور كده ممكن يعني طالما اكيد يعني فيه حاجات في الغذاء ممكن تكون مضرة يعني فيه حاجات ممكن تقلل الخصوبة عمال هل فيه تغذية ممكن تقلل الخصوبة؟ عمال طبعا يعني شلقنا نقول ان الاملاح والمشللات والمانجا اللي مرترطها اليومين دول والناس هم يا جمل مانجا تباهد للدنيا لانها ترفع نسبة الاملاح كل ما يرفع نسبة الاملاح بيزيد من الحامضية بتاعة جسمك وبالتالي بيحصل قتل للحيوانات المنوية تركيزك في نوع واحد من الاتل يعني تلاقي واحد يقول لك ايه والله انا متعودة لأفطر فول واتعشة مش عادي لازم تنوع مصادر الجزاء الفول حلو كبقول واحنا لسه كنا بنقول ان البقول فيها الزنك والبقول فيها السلينيوم لكن لازم تدخل جنب البقول دي بقية المجموعة السمك واللحمة والبيض ولازم كمان نبقى فاهمين انه تنوع مصادر الجزاء مسؤول عن الحالة المزاجية تلاقي الناس اللي طول الوقت بتاكل لحمة عدوانية شوية تلاقي الناس اللي طول الوقت بتاكل خضار مايقدرش يعمل مناشطة ولدي دراسة عملت وقالوا يعني ليها علاقة نتائج الدراسة كانت بتحلل علاقة التغذية بالحالة المزاجية للشخص الناس اللي هي بتاكل بروتين بس لحوم بس الناس اللي بتاكل خضروات بس الناس اللي بتعمل بقى الوجبات اللي هي نشويات بس لقوا ان كل واحد من الناس دي حالته المزاجية مختلفة وبتبقى في الاكستريم ما بيبقاش مصبوط يعني ما يبقاش شخص طبيعي ممكن يتناقش معك ويغضب وقت الغضب ويفرح وقت الفرح لا 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 دائما ما بيبقى في احد يا ام اقصى اليمين يا ام اقصى اليسار فالاكل بتاعك هيتحكم في حالتك المزاجية هيتحكم في خصوبتك عشان كده احنا قلنا الاسبيرم برو عبارة عن ايه هو وجبة غزائية ما هتاخدها مرتين في اليوم تحسن حالتك العامة وبالتالي تحسن الخصوبة كدت بالك ازاي؟ هي وجبة غزائية بقى متكاملة ومدروسة ومعروفة هي بتعمل ايه؟ وتجربت وابحاث وواخدة تصريح وواخدة ومعها الرخصة وتطلع على الطريق السريع طبعا دكتر بذكر الامراض بقى اللي ممكن نتجة عن سوء التغذية طبعا معظم الامراض بتبقى نتجة عن سوء التغذية ايه ايه الامراض اللي بتأثر على الخصوبة؟ انا حافة المفرطة واحنا متفقين ان انا حافة المفرطة جايز الراجل ده يكون عنده نقص في الهوموكلوبين نقص في فيتامين من الفيتامينز الكتيرة خالص اللي احنا عادنا نقولها من شوية افكرهم ولا ننستهم؟ اه طبعا ده نكاتبهم طيب احنا قلنا الزينك والسيلينيوم وفايتامين اي وفايتامين بي والكارنتين والإل أرجينين وغذاء ملكات النحك ده طبعا موجود في الاسبير مغلق وطبعا الجينسين والجينكوبايلوبا دي المعادلة الكاملة والعجبة الغذائية الكاملة اللي احنا ممكن ناخدها مرة كل 12 ساعة تحسن لنا الحالة المزاجية والحالة الصحية وتحسن الخصوبة بتاعة الرجل طيب احنا كنا بنقول ايه هي الامراض النحافة يعني شخص نحيف للغاية ما بيحصلش على التغذية بتاعته ده بعد ما بيعمل الفحوصات المطلوبة منه نعرف ايه هي المشكلة نتيني ادي له التغذية بتاعته بيرجع للشخص طبيعي اللي اذا كان فيه عنده اسباب صحية او عضوية تمنع انه هو يرجع للحالة الطبيعية فبينعالج السبب العضوي الاول بالنسبة للنحافة دكتور اللي عنده نحافة طبعا المركبات اللي احنا قلناها لا هينبسط قوي هيرد هينبسط قوي هيرد على الاسبيرما برو كل المكونات اللي هو محتاجها موجودة في الاسبيرما برو علشان نزود الخصوبة نزود الخصوبة وفي نفس الوقت تزود الوزن وتبقى حلو كده ومربر طبعا الحصول على المنتج دكتور الاركام موجودة معانا على الهوا يعني لو هو بالنسبة لللي عنده نحافة مش محتاج حاجة غير ان هو يتصل وياخد الاسبيرما برو رقم اتنين بقى اللي عنده السكر والسكر مش كونترولد يعني هو مش قادر يتحكم فيه يأكل بسبوسة ومعالي وحكايات وروايات ويأكل تلت ترجفة في الوجبة فجأة السكر ارتفع يعمل له حاجتين حاجة الاولانية فقد فيه الاحساس الطرفي او الاحساس او يحصل له حاجة اسمعني روبا سيزم تلاقي فيه التهاب فيه الاعصاب الطرفية بتاعت جسمه وخد بالك اذا حصل هذا الالتهاب دي قل شويتين الشعور بتاع المريض السكر فتلاقي عنده حاجة اسمها يعني كانه لابس جونتي مش قادر يحس بالحاجة مظبوط زي ما حضرتك بتحس بيها كانه لابس جونتي بالزبط مش قادر لما يجي يحط رجليه على الارض مش قادر يحس بالارض زي ما حاجة بتحس بيها كأنه لابس شراب تقيل الفقد اللي حصل في الاعصاب الطرفية ما بيخلهوش يحصل له الانتصاب الكامل وكمان بيحصل له شوية مشاكل فيه الشعيرات الدموية هذه المشاكل اللي بتحصل فيه الشعيرات الدموية ما بتخليش الاندفاع بتاع الدم سليم للأعضاء التناسلية فبالتالي ما بيحصلش انتصاب كامل أو بيحصل فقد في الانتصاب في بعض الحالات هتقول لي طب انت حاطت هنا مش عاحمد يعني اللي حاطت الناس اللي هو الزماء اللي عملوا هذا المنتج الجميل عاملين حطين جزاء ملكات النحلة وحطين بعض الفيتامينز هل دي ممكن تساهم في حل المشكلة دي شوف فيتامين بي مهن الحاجات القوية جدا والحاجات المهمة جدا علشان تقلل الالتهاب بتاع الأعصاب الطرفية خلاص يعني عند مريض السكر الاسفيرم برو مش بس هيزود الخصوبة لا كمان هيساعدنا شويتين في السيطرة على مسألة الالتهاب بتاع الأعصاب الطرفية بغض النظرة ان احنا كنا بنقول ان الأرجينين بيحسن عملية تدفق الدم بتلاقي عضلات الجسم وبالتالي إلى الأعضاء التنسل ليه ازا المسألة ده مناسب جدا ليه مريض السكر تعالي بقى المريض السمنة هتقولي طب انت لسه واصف الاسفيرم بتقروب لواحد بتاع نحافة طب يا طرق بتاع السمنة لو خده هل هيبقى لز على الاخر بقى مش هنعرقى لا اولا بتاع السمنة لازم هياخد فهو احنا دكتور للتوضيح هي النحافة بتعمل مشكلة في ضعف الخصوبة نتيجة سوء التغذية والسمنة برضو بتعمل مشكلة نتيجة سوء التغذية فهو العمل مشترك في الاثنين وهو سوء التغذية اه طبعا هو العمل مشترك سوء التغذية بس كمان بتاع السمنة درجة حرارة الجسمه بترتفع شوية مهم درجة الحرارة في المنطقة بتاع النخ�� تحتاني بتقع مرتفع شوية نتيجة ان حجم الفغذين بيكون كبير فبالتالي اي درجة حرارة مرتفع في المصنع اللي هو الكسيا والبروستاتا بتزيد لما تزيد عليه درجة الحرارة بيبقى الفقد بتاع الحيوانات المنوية أكبر الفقد بيكون أكبر فطبعاً لما نقل شوية عدد الكيلوات ونخس ونتحرك يا جماعة اتحركوا لازم الحركة الحركة وممارسة الرياضة مهمة قوي علشان تنشط الدورة الدموية بتاعت باسمنة يعني احنا مش بس ناخد فيتامين ينشط الدورة الدموية ويزاو تضفق الدم ما اتماش يعني مريد السمنة دكتور لو عنده مشكلة في الخصوبة ننصحه باسبيرم برو مريد اللي هنكمل وادي طيب ماشي بتاع السمنة وينتظم على برنامج يخفض وزنا اه انت بتشخد فيه قوي ايوة ما هو اللي عامل العاملة دي في روحه الوقع اللي انت عاملها في نفسك دي تخلص منه تخلص من السمنة وعليك باسبيرم برو بالنسبة لمريد السكر عليك باسبيرم برو هتحل لك المشكلة ومريد النحافة حيلاقي كل حيلاقي ضلته في اسبيرم برو وطبعاً نحافظ ان احنا هتكون الملابس الداخلية بتاعتنا تتفاضع شوية علشان ميحصلش برضو عند مريد السمنة لدي الوقت يا دكتور محتاج من حضرتك نصايح سريعة كده في نهاية الحلقة طيب نصايح سريعة رقم واحد لازم يكون البرنامج احنا قرضنا من نهاية الحلقة للأسف والله يا محمد الحلقات ده عجبت ده لأ مع حضرتك والله الوقت بيعد بسرعة أوي طيب النصايح رقم واحد ابزل نشاط ما تعدش بروطة اتحرك اتحرك امشي زود نزمة الاكسوجين في دمك زود الدورة الدموية في دمك الحركة وزيادة الدورة الدموية هتخلي اولا رقم واحد التخذية بتاعة جسمك سليمة يعني لانت تخين ولا انت رفيع الرفيع مع ممارسة النشاط واندفاع الدورة الدموية هيتضبط الجزة بتاعه فبالتالي مش هيبقى رفيع رقم اتنين التخين هيقل شوية وزنه مع فقدان السورات الحرارية وطبعا هيزيد اندفاع الدورة الدموية لعضلات جسمنا وبالتالي هيزيد الخصوبة رقم اتنين لو سمحت خلي الاكل بتاعك متوازن متاكلش بقول بس متاكلش لحوم بس متاكلش السكريات بس يعني انا بشوف ناس تقولك ايه والله يا دكتور انا بقولش بس اغلب الوقت بقوم جايبة من الفرن بالليل مش عارف ايه وايه وايه الناس بتاعة الفرن اشعب الفرن العظيم لازم نبطل الفرن نأكل الاكل جزائي متوازن يكون عندنا بقول الصفل يكون عندنا بروتين ان كان من اللبن لازم يقول اللحوم او الكبدة زي ما احنا قلنا ان الكبدة فيها فيتامين بي 12 هي والكلاوي خدت بالك اللحوم اللي كان فيها الكارنتين والارجينين والزنك وكان فيها كمان اخيرا اخر حاجة طيب اخر حاجة المريض الضغط لا حرج في استخدام السبيرما برو لا لا نهائي لانه ما بيرفعش الضغط هو بينشط الدورة الدموية لكن ملوش دعو بالجهاز الدوري نقدم السبيرما برو للناس يا دكتور في نهاية الحلقة في دقيقة السبيرما برو هو عبارة عن وجبة جزائية متوازنة متكملة بتعوبك عن النواقص اللي قدت الى انكفاض الخصوبة خد بالك بوابة التجزية هي من اهم البوابات لعلاج ضعف الخصوبة عند الرجل هذه الوجبة الجزائية بنكررها مرة كل 12 ساعة تحتوي على كم كبير جدا من الفيتامينزوم دو الأحماض الأمينية اللي بتزود انتاج الحيوانات المنوية بتحسن نزوجة السائل المنوي بتحسن حجم عدد المليمترز بتاعت المليلترز بتاعت السائل المنوي يعني احنا عارفين ان هو من 3 الـ 5 من الليتر بتحسن اذا كان عنده ضعف بيبقى 2 او 1 بتزيد التغذية بتاعتك لما بتتحسن بتحسن الكمية بتاعت الحيوانات المنوية والسائل المنوي وطبعا اتمنى للجميع الصحة والعافية والانجاب دكتور احمد مشعل استشاري التغذية العلاجية والمستشار العلمي والطبي لمؤسسات السبع والجمال حضراك نورتنا وشرفتنا معلوماتك قيمة كالعادة وكنا بنتكلم بمنطقية وموضوعية عن موضوع حساس بيهم كل بيت مصر انا همني اكتر ان احنا بنتكلم منه من مدخل الجزء يعني اممكن الناس طول الوقت بتسعى في اتجاهات ويكون الباب البسيط ده الحل البسيط ده اللي بوابة امل تتفتح للناس ربنا هلهم منهم احلام شكرا لك يا دكتور دايما بنتعلق بالامل وحلم الانجاب ممكن يكون بداية تحقيقه ان احنا تمسكنا بالامل اتكلمنا النهاردة عن الاسبرما برو اللي هو بيعوض الجسم الحاجات اللي ممكن يفتقدها ويقدي في النهاية لضعف الخصوبة عند الرجال اسبرما برو بيعوض الجسم عن الحاجات دي وبيزود الخصوبة عند الرجال فبالتالي حلم الانجاب مع اسبرما برو هيكون ممكن ويتحقق واهم حاجة ان احنا نتمسك بالامل وناخد منتج موصوق فيه المنتج تحت اشراف طبي ومصرح به من وزارة الصحة المصرية اسبرما برو واجبة غزائية متكملة لزيادة فرص الانجاب وبالتالي الخصوبة عند الرجال ان شاء الله مع اسبرما برو حتنتهي بإذن الله دي كانت حلقة النهاردة من برنامج كلام في الطب وحتى نلتقي في حلقة قادمة تقبلوا تحياتي ترجمة نانسي قنقر